من تفاصيل المشهد المرتقب مساء السابت بإذن الله تعالى ثلاث ملاحظات مهمة جدا المشهد بتاع استقبال بعثة الأهلي في تونس ثم استقبال بعثة الترجي في القاهرة بيعكس الصورة الحقيقية للرياضة للمنافسات الرياضية النبيلة هذا هو جوهر الصراع الرياضي وليس أن تخلق الصعوبات لتمنح نفسك ميزات أنا بشوفها يعني تقلل من القيم الرياضية هذا المشهد غير موجود في العلاقة بين الترجي والأهلي تماما وخصوصا هذه المرة اللي لازم يتبني عليها ونكمل كده النقطة التانية حسنا فعل فاروق لما حطنا في الصورة من درجة التركيز والاهتمام والتعليقات والملاحظات اللي صدرة من المعسكر بتاعترد لأنه بيعكس أيضا إن من الزكاء ومن الفطنة ومن الحكمة إنك إنت دايما وإنت بتشوف نفسك بتشوف المنافس بنفس القدر عشان لا تفاجأ بشيء ولما الناس شايفة الحظوص 50-50 أيوة 50-50 لأن إحنا عمالين نحط وزن نسبي للنواحي المعنوية ودي موجودة بس اللي يترجم في الملعب هي النواحي الفنية مدى الالتزام مدى الجاهزية مدى التوفيق لكل العناصر بما فيها التحكيم النقطة التالتة المهمة جدا ودي مسؤولية مشتركة هتكون بين إدارة الأهل التي أصبحت في هذه المبرات تحديدا بتتحمل عبءا إضافيا في استعادة الصورة الزهنية الصحيحة والحقيقية للقدرة المصرية في تنظيم الإحداث الرياضي الكبرى بعدما شهدنا ملاحظات الاتحاد الإفريقي في الكونفدرالي ودي أنا ما بقول أصباحة مسؤولية مشتركة للجماهير دور شوف أنا الجماهير أعتقد أن أقل لناس محتاجة أتكلم معاه في الفترة دي سبقنا أستاذ إبراهيم في الإحساس بالمسؤولية هيعملوا اللي عليهم واكتر حينجحوا الدنيا وحنشوف مشهد حضاري حنشوف مشهد حضاري وحيفجؤونا برسائل حضارية أنا متأكد ده هو ده حس الجمهور الأهلي ووعيه أعتقد كلنا نتراقب ولكن نقطة الأخيرة أن الترجوية يعني زي يقولوا هل أنتم بتحتفلوا قبل الماتش دي كلمة مهمة جدا لأنهم عايزين فرقتهم تاخد حافز من هذا المناخ المناخ وأذكر أننا ستطعنا أن نأخذ حافزا من احتفاله لا الصفاقسي تحديدا لما نزلوا واحتفلوا البنارات قبل الماتش وكيف أن الآهل يركع أمام واعتبر الأمر منتهي في كرة القدم الأمر لا ينتهي إلا بعد صفارة النهاية الحقيقية وخصوصا لما يبقى الفريتين بهذه القدرة الفنية والتاريخ والوعي والكفاءة في التعامل مع الأحداث الكبرى لا مباراة من أهم وأخطر المباراة اللي خضر للأهل في النهايات